أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنتائج مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخرا في إمارة دبي وقد شهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشار فيه مدبولي إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع ومنها كذلك قمة دعم القدس التي انعقدت في جامعة الدول العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أهمية قيام الجهات الأربعة عشر الجاهزة للانتقال في المرحلة الأولى باتخاذ التجهيزات اللازمة نحو انتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتبارا من أول مارس القادم في هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتكتيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة تفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي كما كلف أيضا بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل